للتحكيم وأن كان فيه لعيب مسموحة كان يستحق الطرق تكلم كمان على اللعيبة المصابة اللي كانت غايبة النهاردة تكلم عن عودة علي معلول بعد الغياب وكلم قال إن النهاردة كان التشكيل والدكة اضطراري هما دول اللي موجودين ولكن اللي جاي أفضل إن شاء الله بشرفنا دلوقتي كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيم للحديث عن طاقم التحكيم في مبارة اليوم سأل خير يا كابتن تحياتي لي كابتن آيم تحياتي لكل مشاهدي كورنات الهدى الأهلي تحياتي المجيم الكبار كابتن شريف عب مريم كابتن عدل أبا الحمال كابتن محمد عدل محمد عدل وطاقم التحكيم النهاردة كابتن آيمان كان مع حكم الدول يسف البساطي كان المساعد الأول وكان مع خالد حسام طه المساعد الثاني والرابع كان إبراهيم محمد وكان عرفار محمد الحنفي الحاكم اللي هو المخادرم وكان محمود أبو رجال تحكيم تقريبا دولة كابتن آيمان النهاردة أعتقد ما فيش اختبارات يبلال النهاردة في داخل الصندوق خالص يعني هو كان محظوظ النهاردة محمد ما كانش فيه اختبارات حقيقية داخل الصندوق وهي نحن بنقيم الحاكم كابتن بلال على إيه؟ على الاختبارات اللي هي داخل الصندوق بسيثناء حالة حسام حسن اللي هو خد فيها قرار كان قرار صحيح غالبتنا برا نهاردة كابتن بلال كانت من قسامة كانت بطاقات الانضباطية اللي هي البطاقات السفرة أعتقد طبعا كان المعيار فيها كان المعيار كان معيار واحد فيه خمس انذرات لسموحها وفيه انذرين للناد الأهلي هنشوف النهاردة يعني تمركز وهنشوف النهاردة البطاقات وهنشوف النهاردة حالة حسام حسن في الحالات اللي جاية أول حالة معنا هنشوفها كابتن شريف وهنا بنشوف هنا هنا عمل حاجة كويسة أوي 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 هنا كانت فيه مخالفة من رقم 3 كابتن أيمن وهو خلى اللعب يتواصل واستمرار اللعب وبعدين هنا هنلاحظ هنا نشوف هنا في أول توقف هنا رجع قد البطاقة السفرة البعد هنا بيسأل هو رجل ده خد انزال ليه؟ هرجع تاني بس بالمخالفة ونشوف هنا لما حصل فيه استضام بالرأس هنا في اللعبة بتاعت إمام عشور هنا نشوف هنا كان فيه مخالفة السوج بطاقة سفرة كابتن أيمن ولكن هو خلى استمرارية اللعبة الأفضل ايه هي؟ ان خلى الناد الأهل يروح يمكن يبقى فيه هجمة وهنا فعلا كان فيه هجمة هجمة وعدة ورجع قد الانزال وكان هنا القرار كان قرار صحيح في هذه الحالة نروح الحالة اللي بعد كده ونشوف نفس الشيء هنلاقي هنا لعبة هنا طبعا هو ما شافش تفاصيلها كابتن هو احتساب المخالفة كابتن شريف ولكن نشوف هنا مروانة كابتن بلال كابتن عادل هل هنا فيه دهس على القدم نشوف هنا كان يجب كان يجب هنا مع احتساب المخالفة كان يجب شهر بطاقة السفرة نتيجة التهور وهنا المخالفة كانت واضحة من مروان دي يمكن الحالة اللي يمكن هو يعني أخفق فيها محمد في عدم شهر البطاقة الحالة بعد كده ناشى الشيء هنا وبالزبط نشوف هنا لعب ندي سموحة محمود وحيد خلاص حفظنا كابتن وهنا الانزار بتهور نتيجة هنا نشوف هنا خلاص كريم بعدي وشوفنا هنا الدهس على القدم والبطاقة السفرة بمعيار واحد ماشي محمد فيه الحالات التحكمية بلال ومعندوش أي مشكلة خالص في الببراء لحد هذه اللحظة شوف هنا المخالفة واضحة ونزلت على طول فوت انفوت ونزلت على الأرض وبالتالي هنا السفرة كانت موجودة والقرار كان قرار صحيح لحكم الببراء الحالة بعد كده شوف الحالة اللي جاء دي مهمة جداً والحالة هنا شوف هنا لعبة لو لا تمركز الحاكم وتوقعه وتركيزه ممكن هنا تفاصيل ما تبنشي كان ممكن يحسب راكل الجزاء ولكن هنشوف المخالفة هنا يا أسامة كابتن شريف كابتن أسامة نشوف هنا حسام حاسر هو اللي صنع التحايل هو اللي صنع التحايل هنا رامي هنا نجح في لعب الكرة ولكن هنا نشوف هنا نمشي شوية سمير وننزل نشوف خلاص هنا لجح في لعب الكرة ولكن هو نزل على رجله وبعدين عمل السكوت كانت حالة واضحة جداً نشوف نزل وعمل السكوت وهنا الإشار البطاقة للتحايل بس في حاجة مهمة جداً جداً في لعبة دي كابتن أسامة كان يجب على محمد نشوف هنا التنفيذ هنا انتديت انذار للتحايل ولعب عنده انذار نشوف هنا بقى استقلاف اللعبة هنا اللعب نادل أهلي محمد شنوي بيحط الكرة ونشوف هنا تصرف من هذا اللعبة نشوف هو عنده انذار ايه تمام نشوف اه هذا غير معقول صح مش معناك انت عندك انذار انا عفيق كابتن شريف انا اللعب عنده انذار تضبوط ايه كابتن وهنا تفضل في حاجتين اللعبة دي وفي الكوع اللي خده امام عشور في وشه هي جاية 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 اه بس هخلنا نتكلم في اللعبة دي هو عنده انذار لا ده طبعا شوق يعني انت هنا اديت انذار وصف حسن التحايل اوكي تمام تمام وده سلوك غير رياضي من غير معقولة كابتن بلال بعد ما تدي الانذار وتستأنف تيج انت شاية الكرة هنا في سؤال لو لها بدي في نص الملعب من غير ما هو ياخد انذار قبل كده بلال وعمل هذه الحالة كان ياخد الانذار كان ياخد الانذار مزبوط جماعة الحسابات مش مودة في التحكيم يعني لها بديت لو في نص الملعب وارتكب هذه الحالة كان هياخد بطاقة صفرة عليها دي ممكن دي من الحالات اللي كان يجب على الحكام بشار بطاقة صفرة التانية او صاحب الكورة او فبيشوتها بنلعب عنده نروح للحالة بعد كده ونشوف هنا بنشوف هنا امام عشور وهنا الحالة اللي هي يمكن البعض هنا اتكلم فيها على ان هنا يعيسدي الحكام نشوف كابتن هنا لعب سموحة ده محمد عادل فين بص كابتن هنا عشان بس نفرق كابتن بلال كابتن عادل كابتن اسامة القوع ده لو متني من اسامة فيش هزار بطاقة حمر على طول ولكن هو هنا الكوع مفروض فهنا القوة قلت يا كابتن القوة قلت وهنا بنو عليها اقصى درجات التهور من قدرش نقول ان هي فقى بطاقة حمر من قدرش نقول محمد النهاردة يستادر حكام كابتن شيرف هنا هي الحالة هنا خادت انظر ليه لان الكوع مفروض انما لو كوع متني كابتن هناك قوة بتبقى اكتر وهنا ده سلاح كوع ده سلاح وبالتالي هنا كان البطاقة السفرة كانت بطاقة فعلا مستحقة ولا توجد بطاقة حمراء في هذه الحالة كابتن بلال يمكن ده الحالة اللي جاي يعني اخر حالة تقريبا معنا سامير لو في حالة تانية هنا بقى كابتن هنا هنا نشوف حالة مهمة جدا جدا يا بلال هو رمي مفيش مشكلة هو الرجل عدل ولكن قلنا الخطأ بإهمال ان هنا وانت بتجري كمهاجم بيحصل فيها كابتن بلال كابتن شريف كابتن عدل بيحصل ان فيك رجل بتلمس وبالتالي هنا مخالفة واضحة والانزار مستحق ليه تعطيل الهجوم الواعد لو شوفنا اللعبة من اول خالص يا بلال نشوف هنا معلش سامير هتهلي من اول خالص يعني عبد المنعم لو ما كانش سابق الله عليك الله عليك كابتن هرجع تانية يا سامير معلش اللعبة دي مهمة جدا بنقول هنا نمشي عشان شوف نحظة الاتقاب نقف 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 لو عبد المنعمش موجود هنا كابتن اسامة شوف يهم خالفة بهمال كان حيبق فيها بطاقة حمر ليه بنقول هنا فرصة محققة لتسجيل هدف هذا اللعب مواجه بالمرمى المسافة تسمح عنده سيطرة كاملة ان هو يروح وبالتالي هنا محمى عبد المم كان موجود هنا في المكان هي نزلت من حمراء للصفرة وده تعطيل الهجوم الواعد دي كانت اخر حالة بنقول المباراة بشكل عام هو نجح يحتقم التحكم فيها لان البطاقات الصفرة كانت بمعار واحدة كابتن بلال تمنى ان شاء الله التحكم وتمنى ان الاهل النهاردة في الموراة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله يفوز ويجيبت ثلاث نقاط في موراة افريقيا اللي جاية كابتن ايمان شكرا انجزين يا كابتن ناصر شرفتنا كابتن شكرا كابتن نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل زميلنا الناخد رياضي محمد الديك أرجوكم انتظروا شكرا شكرا شكرا